ما زالت الحالة الصحية لهنبال القذافي نجل الزعيم الليبي الشهيد معمر القذافي تتدور وتزداد سوءا وما زالت السلطات اللبنانية تصم أذانها عن كل الندات الإقليمية والدولة التي تطالب بالإفراج عن هنبال القذافي آخر التطورات أن السلطات الصحية اللبنانية قامت بنقل هنبال إلى العناء المركزة بعد تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة بعد أن دخل مضربا عن الطعام منذ عدة أسابيع احتجاجا على احتجازه منذ عام 2015 بدون حكمه وزيرة العدل في حكومة الوحدة الليبية أكدت أن الحالة الصحية لهنبال القذافي أصبحت حارجة جدا جدا وهو بين الحياة والموت وأن أسرته لم تعد تستطيع نشر صورته في ظل الحالة التي وصل إليها مع استمراره في الإضراب عن الطعام احتجاجا على استمرار حبسه أنا بناشد السلطات اللبنانية وبناشد العالم بأسره انقذوا هنبال القذافي انقذوا هذا الشاب بريء الذي لم يرتكب جريمة ولم تكن له علاقة بقضية الإمام موسى الصدق لا من قريب أو من بعيد ولا أحد لديه دليل عليه انقذوا شاب يموت الآن سيكون دمه في رخبة الجميع ولن يتسامح لا عربي ولا أي إنسان مع هذه الجريمة التي ترتكب علانية في لبنان أين هي السلطات اللبنانية أين هم شرفاء لبنان الذين نتعود منهم دوما على مستهزي المواقف نحن نطالب جامعة الدول العربية ونطالب الجهات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والعفو الدولية وغيرها أن يصدروا تقارير أن ينقذوا شاب أو شك على الموت وهنبال لن يفك إضرابه عن الطعام حتى لو مات ما لم يتم الإفراج عنه لأنه بلا جريمة وبلا جريمة ننتظر بالفعل موقفا من السلطات اللبنانية ومن مجلس النواب اللبناني باتخاذ قرار من قبل الجهات القضائية اللبنانية بالإفراج عن هنبال قبل أن يأثب ضحية اللا جريمة واللزم مئة يوم صحة بالفيوم تقرير سم نعود